من أصل 14 معلما في هذه المدرسة لم يتبقى سوى معلمين اثنين فقط بسبب حركة التسوية التي قامت بها تربية نينوى ليبقى أكثر من 600 طالب على هذا الحال معلمان فقط يتناوبان على إعطاء المحاضرات أعلمنا أكثر من مرة مدرسة عدادية ما لدينا 5000-6000 نسمحنا 500 بيت طلابنا نروح على قرية 30 بيت مع بيها تدائية بهذه الشقرية ومتوسطة وإعدادية وإحنا ما عدنا أسعى عجل لهم أكواستات كل ما يبدأ العام الدراسي 14-15 معلم معلمة أسعى ما بقى منهم إلا ثلاثة والمعاون والمدير مدرسة السحاجي هي نموذج للعديد من المدارس التي تعاني من نقص الملاكات رغم الوعود الحكومية التي قدمتها إدارة التربية أما سكان المنطقة يتحدثون عن مشاكل أخرى من الوساطات والمحسوبيات حتى في استحداث المدارس على حد قولهم ثلاثة بيوت إحنا غالي جيران ناس تروا على ناس تعجيب الكتاب ما لك وجيب الكتاب ما لك على مده هذا ما عدهم كتب ناس تأخذ من الناس كل من هذا عنده كتاب وضعك ما عنده كتاب زيان عجل هذه الفترة هذه فترة العطلة الصيفية وإن كان الدولة وإن كان مدير التربية ليست الملاكات هي المشكلة الوحيدة إنما نقص الكتب أيضا كل طالبين أو ثلاثة يشتركون بكتاب واحد على أمل أن توزع لهم التربية كتبا في الفترة القادمة من قرية 525 بيت أكثر من 600 طالب وقرية 30 بيت إلى 35 بيت تنفتح بها كافة المدارس من ابتدائية لمتوسطة إلى أعدادية يعني هذا شنو القصد هذه مو تطقي على المحسوبية والواسطة نينواثاني أكبر المحافظات العراقية بتعداد طلبة تجاوز المليون تعاني من مشاكل كثيرة والعام الدراسي بدأ بها وقد ينقض العام ولا تنقض هذه المشاكل من الموصل محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر